أسوأ عشر عادات تدمر الدماغ المخ من أهم الأجهزة في الجسم وكثير منا يقوم ببعض العادات اليومية التي تؤثر على المخ والتي قد تسبب تلفه دون أن نعرف مدى تأثيرها المركز الأول عدم تناول وجبة الإفطار لأن الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل السكر في الدم لديهم وهذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف إلى خلايا المخ مما يؤدي إلى انحلالها المركز الثاني الإفراط في تناول الأكل الأكل الزائد يؤدي إلى تصلب شرايين الدماغ مما يؤدي إلى نقص في القوة الذهنية المركز الثالث التدخين يسبب التدخين انكماش خلايا المخ مما يؤدي إلى مرض الزهيمر أيضا المركز الرابع كثرة تناول السكريات يعوق امتصاص الدماغ للبروتينات والغذاء مما يسبب سوء تغذية الدماغ وربما يتعارض مع نمو المخ المركز الخامس تلوث الهواء الدماغ هو أكبر مستهلك للأكسجين في أجسامنا استنشاق هواء ملوث يقلل دعم الدماغ للأكسجين مما يقلل كفاءة الدماغ المركز السادس الأرق وقلة النوم النوم يساعد على الراحة وكثرة الأرق تزيد سرعة موت خلايا المخ المركز السابع تغطية الرأس أثناء النوم النوم مع تغطية الرأس يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون ويقلل تركيز الأكسجين مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الدماغ المركز الثامن القيام بأعمال أثناء المرض العمل الشاق أو الدراسة أثناء المرض تقلل من فعالية الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية عليه المركز التاسع قلة تحفيز الدماغ على التفكير تؤدي إلى تقلص أو تلف خلايا الدماغ المركز العاشر ندرة التحدث مع الآخرين فإن الحوار الفكري مع الآخرين يساعد على ترقية فعالية الدماغ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة